طيب المتشاط الجدولي تحط لسه جدول ما تحطش يعني لسه معرفناش الدور التاني هنلعب ازاي وامتى والموعد ايه اللي تحط الكاس مباريات الكاس هي اللي تعملت قرائتها وتحددت تمام طيب مين اول مبارينا في الكاس اول مبارينا في الكاس هنواجه جزيرة الورد في دور اتنين وتلاتين والمباريات اللي في صلط المنصورة تاني القرع بتاعة الكاس هتعملت الدور التاني من الدوري لسه ما تعملش وخليني بس قبل ما روح للكاس اقول لكم الدوري احنا لما هنطلع من المجموعة دي احنا ستة هياخدوا اربعة وفي مجموعة تانية هياخدوا اربعة بقوا تمانية يلعبوا ادوار اقصائية زي الباسكت الاول لعب التامن تاني لعب السابع تاتي لعب السادس الرابع لعب الخامس ادوار اقصائية يعني يلعب بيستوف سري بيستوف سري بيستوف فايف على حسب ما الاتحاد انا مش فاكر بالزبط تحت حدثها كانت تلاتة والأربعة والتلاتة والخمسة آه تلاتة بدور الثمانية وخمسة في قبل النهاية والنهاية فهلعبه هتبقى المطشات بعد كده أدوار إقصائية فهتبقى يعني مطشات قوية وإن شاء الله يبقى الأولوية لنادي الأهلي ليه لأن الأهلي بتقاهل أول فلو فيه احتاجنا مطش فيصل بيكون المطش الفايصل على ما لعب النادي الأهلي خلي بالكم الأدوار دي ليها دور وليها ميزة أنت بتتقاهل أول فلما بتيكي تلعب فرقة في ترتيبة أقل منك بتروح معها المطش فيصل وإن شاء الله مش هنحتاج كده يبقى المطش الفايصل عندك في المعب هنروح للكاس اللي قلتها حضراتكم فيه اتعاملت القرعة في مدينة ناصر لذي رجال والسيدات وإحنا بس في الرجال هنتنقل على السيدات عندنا دور الاثنين وثلاثين طبعا ديه القرعة الحضراتكم دي قرعة الرجال زي ما حضراتكم سايفين دور الاثنين وثلاثين جيزة الوردة هتلاقي في صارت المنصورة طب ليه صارت المنصورة هي القرعة كده القرعة بتبقى كده وفي حالة فوزنا إن شاء الله هنروح فين هنروح لأن نادي جيزة الوردة يعني من مدينة المنصورة فالمطش هيبقى هناك طيب لو كسبنا مطش جيزة الوردة هنروح على مين هنروح على الفائز من الاربعة لأول هولكو سبورتنج الفايوم أبو سنبل بنيسويف غالبا سبورتنج يبقى احنا كده في دور الستاشر عندنا غالبا هتبقى مباراة سبورتنج ده شكل لمسابقة الكاز في دور الاثنين وثلاثين ودور الستاشر بالنسبة للرجال